حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها من المواقع المحلية ميليشيا الحوثي تنفي وجود المرض ووفاة طبيب في صنعاء بمرض انفلونز الخنازير صحيفة بريطانية المقاتلون السودانيون العائدون بالثروة من اليمن يسببون المشاكل في بلادهم وفي اخبارنا المنوعة اموال العرب المنهوبة هل تعيدها الاتفاقيات الثنائية اهلا بكم ما تزال ميليشيا الحوثي تنفي عودة الكثير من الامراض في عهدها نظرا لما تقوم به من ممارسات ابرزها منع دخول الادوية وترضو الاطباء واغلاق المشافي لكن اخر الاخبار القادمة من صنعاء تؤكد تزايد الامراض وعنوان موقع المشاهد نت وفاة طبيب في صنعاء بمرض انفلونز الخنازير حيث توفي طبيب يعمل في مستشفى الشرطة بالعاصمة صنعاء جراء اصابته بانفلونز الخنازير H1N1 وقال احد اقارب الطبيب غالب محمد علي الضبيبي انه توفي بسبب مضاعفات اصابته بمرض انفلونز الخنازير حيث كان يرقد في مستشفى الشرطة الذي يعمل فيه واوضح عالي الضبيبي للمشاهد نت بان الطبيب المتوفي كان مرقدا تحت الملاحظة في مستشفى الشرطة بمنطقة الحصبة في صنعاء طيلة الخمسة ايام الماضية لكن حالته الصحية كانت تزداد سوءا وتزايد عدد حالات الوفيات جراء الاصابة بانفلونز الخنازير في صنعاء خلال اليومين الماضيين وسط تكتم من وزارة الصحة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وكان الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لميليشيا الحوثي قد قلل من مشكلة انتشار فيروس انفلونز الخنازير مؤكدا ان ما يروج من تفشي المرض يأتي في سياق المبالغة والتهويل وطالب مواطنون وناشطون وزارة الصحة اليمنية بمكاشفة الناس القاتلين في صنعاء حول حقيقة انتشار مرض انفلونز الخنازير والحد من تزايد اعداد المصابين به حفل مختلف اقيم في احدى مديريات عدن وعنون موقع عدن الغد لأول مرة في اليمن توقيع اتفاقية الحد من زواج الاطفال اهالي البريقة يحتفلون بالوثيقة ويعلنون العودة للمدارس وقال الموقع ان الحفلة اقيم في قلوعة بئر احمد للحد من زواج الاطفال والعودة الى المدارس ونظمه مركز SOS لتنمية قدرات الشباب وبدعم من منظمة اليونسيف وقالت نجيب النجار مديرة المشاريع والبرامج في مركز تنمية قدرات الشباب بانه تمت توعية الاهالي عبر جلسات حوارية تستعدف القيادات المجتمعية ورجال الدين واولياء الامور بمخاطر زواج الاطفال والاثار المترتبة عليها واهمية عودة الاطفال الى المدارس واضافت ان الهدف من المشروع تحديد سن السن الامن للزواج وتعزيد التعرف على حالات زواج الاطفال وتوفير خدمات الاستجابة والاحالة المتعددة من خلال تعليم الفتيات واكدت ان توقيع اهالي قلوعة بئر احمد لهذا العرف الاهلي يعتبر خطوة اولى للضغط على الجهات المعنية بسن قانون او اجراء يحدد سن امن للزواج من جانبي اكد رشاد عواض عضو المجلس المحلي ورئيس اللجنة الاهلية انه تم الاتفاق على عرف ينص على عدم تزويج فتيات القرية دون سن الثامنة عشر عاما لما له من اضرار ومخاطر كبيرة على صحة الفتيات هناك مقولة متداولة في السودان وتحديدا في دارفور وهي انه يمكنك ان تكسب مالا من القتال لستة اشهر في اليمن اكثر مما قد تكسبه طوال عمرك وقد نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية هذه المقولة في تقرير انتساءلت فيه كيف تؤثر الحرب المربحة في اليمن على الصراع في دارفور وتفيد الصحيفة بخصوص العمل مقاتل ستة اشهر في اليمن هذا المقولة يرددها الشباب في شوارع دارفور التي تبعد نحو الفي كيلو متر عن اليمن وتوضح الصحيفة انه طوال خمس سنوات دفعت دول الخليج لمقاتلين من قوات الدعم السريع السودانية التي تعرف بقسوتها والجيش السوداني ليقاتلوا الى جانبهم في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من ايران وتواصل رغم المقاتل التي يتعرضون لها دفع الامل في الثراء عشرات الالاف من الشباب للذهاب الى معسكرات التجنيد التابعة لقوات التدخل السريع واكدت الصحيفة ان المقاتل الذي يعد في الغالب من ابناء الطبقة الفقيرة في السودان يحصل على ما يعادل سبعة عشر الف جنيه سترليني مقابل القتال لستة اشهر في السودان وهو ما ليزيد عما يمكن ان يجمعه شباب اخرون طيلة حياتهم بينما يحصل الضباط على ضعف هذا المبلغ وتضيف ان سكان دارفور يؤكدون ان المقاتلين الاغنياء والمدربين العائدين من اليمن بعد خمس سنوات من القتال ساهموا في تصعيد التوتر في الاقليم وينقل التقرير الذي ترجمته البي بي سي عن الجنود العائدين قولهم انهم انه علاوة على مهمتهم الرئيسية في حماية المدن والقرى التي حررتها القوات اليمنية كانوا يعملون بشكل رئيسي كعناصر حماية وتأمين للقليل من الجنود الاماراتيين في اليمن ترامب يقوم بتفكيك النظام الدولي تحت هذا العنوان كتب جيمس زغبي مقاله المعد نشرو في الغد في واقع الامر كان اعلان ادارة ترامب بان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة ليست غير شرعية عملا مفصليا بالغ الاهمية ولو ان ذلك ليس للاسباب التي ذكرها الاسرائيليون او الفلسطينيون كما كان ايضا بمثابة المسمار الاخير الذي دق في النعش ولو انه لم يكن نعش عملية السلام كما ادعى بعض الفلسطينيين لم تكن الاهمية الكبيرة للقرار تتعلق بالمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية لان سياسات الادارات الامريكية المتعاقبة تجاه المستوطنات تحولت خلال العقود الثلاثة والنصف الماضية من القبول السلبي الى القبول الكامل وكان رونالد ريغان هو اول من قال انه لا يعتقد بان المستوطنات غير قانونية وكان جورج دابليو بوش هو الذي حاول التمييز بين الحقائق القائمة والمستوطنات الجديدة فالاولى على حد زعمه تم بناؤها مسبقا ويمكن ان تبقى في حين ان من الواجب عدم تشجيع الاخيرة وقد استغل الاسرائيليون جيدا الميزة التي صنعتها هذه الثغرة واستمروا في البناء الاستطاني مبركين ان الرؤساء الامريكيين قد يشتكون لكنهم لن يفعلوا اي شيء لمنعهم من ذلك وكانت النتيجة الصافية ان عدد سكان المستوطنات في الاراضي المحتلة ارتفع من خمسين الفا خلال فترة ادارة كارتر الى ستمائة وعشرين الف مستوطن اسرائيلي حتى قبل ان يتولى ترامب منصبه على هذه الخلفية من الانصاف القول بان اعلان ترامب بشأن المستوطنات الاسرائيلية لم يعكس اي تحول جذري في السياسة الامريكية كما ان من السخف اقتراح انه سيكون له اي تأثير على عملية السلام انه لا يبنيها ولا هو يقتلها ولا يعيدها او يبطئ مسيرها بالتحديد لانها لا توجد الان عملية سلام من الاساس ولم تكن هناك مثل هذه العملية منذ عدة سنوات نشر موقع فرنسي تقريرا عن القهوة معتبرا اليمن الى جانب اتيوبيا المصدر الرئيسي لاكتشاف القهوة وعنونا موقع الناس الف اخباري الفرنسي العالم العربي الاسلامي يقف وراء وصول القهوة الى اوروبا وقال الموقع ان الكثيرين يتجاهلون وصول القهوة الى اوروبا بفضل المسلمين حيث قام التجار اليمنيون بزراعة هذه الفاكهة لاول مرة في القرن الثاني عشر مع جيرانهم الاثيوبيين وقاموا بتوزيعها عبر طرق التجارة في القرن الخامس عشر قدم الحجاج المسلمون القهوة ثم اطلقوا عليها اسم القهوة وازدهرت تدريجيا الاماكن التي يتجمعون فيها لشرب القهوة واطلقوا عليها المقاهي حيث كانوا يلعبون فيها ويتناولون القهوة يوضح مؤلف كتاب تاريخ القهوة فريدريك ماورو ان اول مصانع البون قد ولدت في اثيوبيا ثم نقلت لاحقا الى الجزيرة العربية واليمن سينتشر المشروب سريعا في العالم العربي والاسلامي بسبب حظر المشروبات الكحولية في القرن الثامن عشر وفقا للموقع غادرت بعض النبادات العربية في النهاية من اليمن الى الهند وهولندا وصلت اولى المحاصيل الى جزر الهند الغربية حوالي عام 1732 وبعد ذلك الى البرازيل وبسبب الطلب المتزايد يتم انشاء مزارع البون في البلدان المدارية لانتاج المزيد والمزيد تعد البرازيل وكولومبيا وحتى فيتنام من بين اكبر منتجي القهوة في العالم وبلغ الانتاج السنوي في القرن العشرين بين ستة وسبعة ملايين طن بينما كان مئة الف طن فقط قبل مئة عاما وحدة الشعوب العربية المعنوية تحت هذا العنوان كتب سامر خير أحد أحمد مقاله المنشور في العرب الجديد فتحت ثورات الربيع العربي أمام الشعوب العربية وفقاً واسعاً لتبادل الاهتمام بالقضايا السياسية المحلية الجارية في مختلف الأبطار العربية صحيح أن تبادل الاهتمام لم يكن ليتاح لولا ثورة المعلومات وتنوع مصادرها خصوصاً التلفزيونية كذلك توفر منصات التواصل الاجتماعي إلا أن من الموضوعي القول أن وقوعة الكثورات دفع الشعوب العربية إلى الإنشغال ببعضها على نحو لم يكن قائماً خلال العقود الثلاثة الأخيرة على أقل تقدير وفي الوقت نفسه لا يزال نفر من العرب يحتجون على ما يعتبرونه تدخل أفراد من شعوب عربية أخرى في شؤون بلدانهم وهو تدخل لا يزيد على إبداء واحدهم رأيه فيما يجري في هذا البلد أو ذاك يدعي هؤلاء أن قضاياهم لا تخص غيرهم فلا يحق لغيرهم الحديث فيها والحق أن دعاة عدم التدخل ليسوا أكثرية فقد هتفت الثورات العربية في الجزائر وتونس والسودان وغيرها بطبيعة الحال لصالح ثورات الشعوب الأخرى وضد قوى الشد العكسي التي عملت على إحباطها ولم يجد الثائرون هنا رفضاً من الثائرين هناك والمعنى المباشر لهذا أن أنصار الثورات العربية هم الذين يعتقدون أن الشأن العربي واحد ومترابط فيما أن رافضي الثورات من مؤجدين المستبدين هنا وهناك هم الذين يريدون أن يغلقوا حدود أقطارهم على أنفسهم ويرفضون تبادل الاهتمام مع أشقائهم ويرون في حديث العرب الآخرين عنهم انتقاصاً من قدرهم متناسين أن الحال العربي واحد فهم في الحقيقة لا يشعرون بقهر الاستبداد ولا يرفضونه ولا يشجعون الثورة عليه بل يمثلون تلك القاعدة الانتهازية المستفيدة منه تدرك الثورات العربية إذن أن الحال العربي في مواجهة الاستبداد والظلم والديكتاتورية واحد لعلها تدرك أيضاً أن نتائج الثورة في هذا البلد تنعكس بالضرورة على نتائج الثورة في بلدهم دات هذا الوعي إذن جامعاً جديداً للعرب يضاف إلى عوامل اللغة والدين والتاريخ المشترك تعد سويسرا أهم ملاذ للأموال العربية وليس سراً أن قصماً كبيراً من هذه الأموال يعود إلى حكام ورجال أعمال فاسدين حصلوا على ثرواتهم بطرق غير مشروعة فهل يمكن استردادها؟ يحاول تقرير الدي دابليو الألماني الإجابة وعنوان أموال العرب المنهوبة هل تعيدها الاتفاقيات الثنائية؟ من الصعب حصر مجمل هذه الأموال بسبب السرية المصرفية إلا أن مصادر بينها الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة تقدرها بنحو 200 مليار دولار وإذا أضفنا إليها الأموال العربية الأخرى في البنوك الأوروبية والأمريكية والجنات الضريبية فإن الرقم يصل إلى عدة تريليونات من الدولارات ويؤكد الموقع أنه من شأن فرض ضرائب ولو بنسبة 10 إلى 20% توفير ما بين 200 إلى 400 مليار دولار لدعم موازنات الدول العربية التي تعاني العجز وشح الموارد المالية بشكل متزايد هذه الأيام وفقا للدي دابليو فقد درجة الأثرياء والحكام العرب على نقل أموالهم إلى خارج بلدانهم خوفا عليها من ضعف الاستقرار السياسي والمصادرة وبسبب كسبهم لها بشكل غير مشروع وإذا كان حجم أموال صندوق الثروة السيادي الليبي التي تم تجميدها في الغرب على سبيل المثال 70 مليار دولار فكيف بحجم الأموال السرية التي أودعها الحكام العرب وعائلاتهم والمقربون منهم؟ كما أظهرت خبرات السنوات الماضية أن استرجاع الأموال التي يتم تجميدها أو الحجز عليها شبه مستحيل لغياب الشفافية ووجود عوائق قانونية وسياسية كثيرة أمام ذلك إضافة إلى أن مصالح الدول التي تحتفظ بهذه الأموال تتعارض مع استرجاعها وعليه فإنها تفضل التصرف بها إلى حين النقلة الزمنية تحت هذا العنوان كتبت بروين حبيب مقالة في صحيفة القدس العربية لا أدري ما الذي أوهم العالم العربي بأن الزمن توقف فقد تبادر إلى ذهن هذا السؤال كثيرا وأنا أزور مدنا عديدة فأنا أجدها لا تتغير يحل عليها الثبات بشكل عجيب وتبقى صامدة وسط التغيرات المتوحشة حولها بل إن بعضها تحرك جملة وتفصيلا نحو الماضي نعم يستحيل على شبان الزمن التكنولوجي أن يقبلوا بمزيد من الإهانات لإنسانيتهم وهم يرون أترابهم يستمتعون بالحياة بطرق مختلفة حتى بدون أن يملكوا تاريخا عريقا وأطلال حضارات عظيمة وهذا هو الوضع في العراق والجزائر وسوريا وباقي الدول العربية وهذا هو سر كل هذه الثورات التي يبحث رجال الأنظمة القديمة عن أسبابها ولعلهم يدركون الحقيقة لكنها تجاوزت أدواتهم القديمة في التعامل مع الأوضاع المستجدة لقد شكلت المعرفة قاعدة مهمة لإقلاع الشعوب نحو القمة وشكلت بالنسبة لأنظمة استبدادية جاشعة بمفهومها العكسي قاعدة للتحكم في شعوب خاملة تتربع على جبال من الذهب بدون أن تعرف طريقا لإخراجها والاستفادة منها كل لحظة تمر من أعمارنا هي لحظة ثمينة لأنها لا تعود تستحيل استعادتها إلا إذا أرخنا لها بتدوينها بدون أن تكتمل تماما بمظهرها اللغوي أو السردي القصصي إننا نسعى فقط لتثبيتها ربما لمتعة شخصية دفينة لكنها في الحقيقة رسالة مشفرة لأجيال ستأتي فيما بعد كل فعل إبداعي شفرة ستفهمها أجيال المستقبل أما الفضاءات الخاوية من الإبداع فهي سجون أبدية لكائنات تحيا وتموت على الإيقاع نفسه مثل تلك المدن الميتة التي تعوج بها الخريطة العربية المنسية في الجبال والصحاري وكأنها أوكار حيوانات في أزمنة القحط لا خلاصة لهذا الموضوع في الحقيقة لا نهاية له ونحن لا نزال على هامشه متابع أبناءنا يموتون بشتى الطرق في بقاع بلداننا فيما أقلية الأقليات تعتمد ساعة متوقفة لقياس الزمن وأدوات بدائية للتعامل مع عقول نابضة بالأفكار لا نهاية حاليا في انتظار أمل ما بقدر ما كانت أفكار المفكر الإسلامية السوري محمد شحرور موضع جدل في حياته بقدر ما كان لثاؤه يوم رحيله مساء السبت الماضي موضع إجماع فالاختلاف مع الكاتب الذي قدم تصورات معاصرة في فهم القرآن انعكس اتفاقا على قيمته المعرفية وما قدم من كتب ودراسات ومقالات وأبحاث وفقا لما قالت صحيفة القدس العربي تحت عنوان رحيل الكاتب السوري محمد شحرور شحرور رحل عن عمر ناهزة 81 عاما في أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وقالت صفحته الرسمية على فيسبوك إن جثمان الراحل سينقل إلى دمشق لدفنه في مقبرة العائلة بناء على وصيته والراحل من مواليد مدينة دمشق 1938 سافر إلى الاتحاد السوفيتي في بعثة دراسية لدراسة الهندسة المدنية في موسكو وتخرج بدرجة دبلوم في الهندسة المدنية عام 1964 وأفض إلى جامعة دبلن في إيرلندا للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الهندسة المدنية اختصاص ميكانيك تربة وأساسات بدأ في دراسة التنزيل الحكيم وهو في إيرلندا وقد ساعده المنطق الرياضي على هذه الدراسة وأصدر العديد من الكتب والدراسات الإسلامية المعاصرة أبرز الصور كما نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية نعرضها في جولتنا المصورة اليوم ترجمة نانسي قنقر وفي آخر فقرة من برنامج كوشك الصحافة اختلنا لكم أجموعة من رسوم الكاريكاتير والتي تعبر عن قضايا عديدة نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر